افتتح قدس الأرشماندريد خريستوفوروس حداد الرئيس الروحي للكنيسة الأرثوذكسية في الفحيس المهرجان الميلادية الأول الذي أقامته شبيبة القديس جورجيوس ومدرسة الروم الأرثوذكس في بلدة الفحيس بحضور عددا من الأباء الكهنة وبمشاركة مدير عام مدارس البطرياركية السيدة لينمدنات وأبناء الرعية ابتدأ المهرجان بالتراتيل والأناشيد الميلادية من أداء جوقة المدارس والشبيبة واجتمل على الأشغال اليدوية والمأكلات البيتية وزينة عيد الميلاد وسيرصدوا ريعه لدعم العائلات المحتاجة وشارك طلاب المدرسة بطاولة من منتجاتهم باسم أعشاب جدتي كانوا قد أعدوها في حصص ريادة الأعمال